شوف اه ساميح انا نحب الحقيقة اه الموضوع ادي يعون دوله سيرني من كل الجوانب باش ما نوضل ما حد. اي. هكا ولا. اي. دابور اه سيد احمد يزبك تسمعنا بالبيه خاطر ادي فيه نقاط خرونية اهمنا. يهموا مع احمد سعد. واذا كان نهار تحبت تنظم حفلية تزيكون تاخد فكرة على الشي دي. ام. اولا البارح احمد سعد جا في اتار مهرجان اه يقولوا اه المهرجان مش مهرجان بزارة الدولية من زي مهرجان متاع التخييم. اي. والحاجة الاخرى اللي تقلق في الحكاية وانو الالتزامات التعاقدية متاع الفنانة دي مش واضح. جاء غنى جاء بتأخير اوكي. اطلع هو جاء قال لك والقال مسرح مش معبي. يقول لك انا ما نجمش نلعب كارييري وباسمي. استنى حتى المسرح يتعبك كثرة لعبات جاءت الناس هو يقول هكا. اه تأخير صار على خطر المسرح ما تعبش. كان موجود. كان موجود. انا كنت نسمع في احدى اذاعات الشقيقة والصديقة. في اللايف واحد يقول مجيش لا. قال والله موجود. موجود في اللي كوليس. اه. اما ما طلعش على 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 الركح حتى الجمهور يتوافد اكثر. ها بشو اقول لك انا بشو ابدأ فاهم العملية من كل الجوان. اه. ساعة في بنزرت في مناسبة بتاع ايد. رابع ايد شكون الذكير يعمل حفلة ويعمل مهرجان والناس مازالت معايدا. توقيت غال. نولا. سمعنا يستخليفها بالله مش ايه. في بنزرت تعمل تيكيب خمسة واربعين دينار لمهرجان ما هوش مهرجان دولي عندو سيد دولي. هل انو هذا معقول يا ناس ولا بالقدر الشرائية سيخليفها متاعات تونسي فلوضع الحالي. تعمل مهرجان وتجيب احمد سعد وانتي ماكش موضحة معاها ال 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 مشكلة اخرى المنشت اللي نشت الحفل يا خي مقلت المنشتين في تونس فنانا كنو لها كل الاحترام. كل الاحترام. لكن ما هيش منشتة. قال دي جينام بورتكوه على المسرح. تضرب في في الراس وفي السقي. دي سي ايلا وقعدة خلوط. وعملية تنشيت معناها الضحك. خليت الناس تقلق يا سيد احمد. خليت الناس على على في المسرح قلقت العباد. وفدت وفيهم بلي حاول يخرج ويغادر المسرح. نعطيك انا في امور موضوع اي ارا. ايوة. لاني مطلعة. اي خلي نفع موضوع هذين. اخبال المنجية عملت عليه هذي روشيرش. ام. منشت اللي هي مش منشتة ممثلة. اخي مقلة المنشتين في دونس. مقدمت الحفل. مقدمت الحفل. اي. معناها حتى العباد نفسها قلقت فدت. حنين شجران. قلقت العباد حابت تغادر المسرح. اي. ولا تزفير. وين والفناء? جاء الفناء. عمل اربعين دقيقة. هم. من لو الفنان يقول لك انا متفهمتوش معي بعد الحفل. المديرة ضيعت وغلطت. المديرة غلطت وضيعت الصحفي. قلت لهم لا لو عنده في الالتزام التعاقدي بتاعو يعمل 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 ندو نقطة صحفي. ومن بعد قلت التزام الشيفي. الشيفي. بيه. السيد غادر بناء على انه سيد فهمنا وخرج على روح. المولي من اللول هي فيش قالت المديرة. قالت لنا تفهمنا بثمانين الف دولار. السيتافيري. بعد قلت لا المبلغ مش صحيح مش ثمانين الف دولار. لا. خاتت قالوا لها منين جبت الفلوس. خاتتك المبلغ غونفلي مش ثمانين الف دولار. وما وما اتفهمتش معها. وعدي بشي عمل ندو صحفي. بينما هو قبل ما يطلع على الركح قابل الصحفين. وتكلم دونك السيدة هنا في حل من كل ارتباط تعاقدي مع السيدة مع السيدة المديرة. السيدة المديرة ما عندهش خبرة الساعة بتنظيم المهرجانات. وتنظيم الحفلات. ونعتور وخسر الناس مش تعمل مهرجانات. مغير ما نتحرروا في سيفي متاع العبيت. دونك ري مش عملية سهلة ومش لعبة. وروف اما اكتتاب عمومي ما هو بالقانون يتنظم. وروف اما بياتري بيع التذاكر. مش اي واحد يبيع التذاكر. رو فما قوانين تحكم البلاد. ورو انك انت بلاد قاعدة تطلب. وقاعدة تسنف في الفمي. بيش تعطيك الفلوس. وانتي تفازت في الفلوس تمين الف دولار تطيش فيهم. حتي نستضحك عليك. عبارة انتي في دارك. معناها في دارك انتي. تفازت في الفلوس. وصغارك يلعبوا بالفلوس ومرتك تلعب الفلوس كل يوم في تركيا. وانتي تجي تقول للناس كلهم ولا يضروف فيهم زمرش كون يسلفون. بيسلفك حد يا حبيبي. انتي الفلوس قاعد ديزارجون فوق قاعدة تضيع حرام. الفمين الف دولار يزم ساعة يتحق الدولة تتحق يزم تحل التحقيق في المهرجين هذية. نعرف بالفلوس مينجيات مصدرها. وهل انه فعلا فمت مين الف دولار ولا وكباش تدفعت. والعقد كيفاش تعمل. ولا ولا والمطرب هذية ولا الفنان ولا ولا الهذية ابو سعدية هذية شكون جابو. اضافة لذلك كله 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 تتوضح حكاية المهرجين ما عطيوش روخسة كيك نسيبها روخس. وبعد سرنا كوار فاي تصور لي صار البارح كان ينتهي بفضيحة. يعني انا ريت للرجل مع عبارة مهربين وفي كرهبة وديقارد كور بقوة جسعدية وبنية قوية. ولعاك اللي قدم لوتيزة. وسحابين يهدد وفروحة معليش هكيك تصير عملي. عملت معتش نقطة صعفية يتفضل محفل ونفس هالمديرة دي كان يعني حق تقدم قضية. ايس دي نعل ما كان سكوبة هو اللي قدم قضية احمد سعد. احمد سعد احمد سعد قدم قضية. اي قدم قضية بمديرة المهرجين. قدم قضية قال لك معناها عبارة هي اللي خلقت له الاشكالة دي واسهقت له عملت له الصمعة متاع وطاولة تعليه. يعني وهي قال دزني والدعات تعليه وقال لي اسكت ودرشنو. يعني بضيحة. خد بدي زماتور وني با بش سهلة الحكيه. بش سهلة. شكرا لك نبي الخيرات بش نجيك احمد الغربي.